تيكو العافي طلابي الاعزاء معاكو لمعلمه انوار عوالي معلمه جغرافيا اليوم رح يكون عنا درس شيق لصف الخامس حسه جغرافيا بموضوع مناخ البحر الابيض المتوسط رح نحكي اليوم قدر الامكان بتوسع عن مميزات المناخ رح نحكي عن المنطقه اللي بتواجد فيها او يسود بها مناخ حوض البحر الابيض متوسط ماذا سنتعلم اليوم رح نقارن بين حالة الطقس وحالة المناخ واش هو مناخ رح نتعلم نتعرف على عوامل المناخ رح نحاول نمرق على ميزات اساسيه بتميز زمناخ حوض البحر الابيض متوسط رح نحلل كيلوموغراف اللي طبعا بشمل درجات حراره وكميات رواتب على مدار سنه كامله ونقارن بين فصل الشتاء وفصل الصيف طبعا مهم جدا ايش نحضر للحصه هاي ايش دازم يكون معانا اول شغلي ادا للكتابه كل واحد يكون معنا دفتر وقلم رح يكون معنا الاطلس جدا مهم يكون موجود معنا ورح يكون معنا حاسوب او اللي معوش حاسوب بقدر هاتف نقال لنبحث عن معلومات او نسأل عن دول معينه تقدر تتعاون فيو معاكو دقيقه طبعا اللي تحضروا اغراضكو اشتركوا في القناة رجعنا بتامل انو حضرنا زي ما طلبت منكم طبعا معلمتي دفتر والام والاطلس ومعانا هذا طبعا جهاز لبحث المعلومات ممكن يكون حاسوب وممكن يكون الهاتف مهم جدا تعرفوا على الخريطه انا حطيت قدامكم خريطه العالم اللي بتضم طبعا القرات طلوا على شكل الكره الارضيه بايدوي حطيت خط في النص اللي بقسم الكره الارضيه لقسمين عندي طبعا خط الاستواء خط سفر اللي بقسم الكره الارضيه لقسمين عنا شمال وجنوب واضح جدا عنكو تسعين شمال خط الاستواء تسعين خط طبعا ونبدأ احنا وعنا تسعين خط جنوب خط الاستواء اسمت الكره الارضيه او الخريطه اللي قدامنا لنصين اساس لما نسأل عن دولي معينه ونتعاون ويكون اسهل لاننا نعرف هل تقع الدوله او المنطق المطلوب او اللي انا مسأل عنها على خط الاستواء هل هي شمال خط الاستواء جنوب خط الاستواء لانه موقع القائد دولي في اي خط عرض طبعا الو تأثير مهم جدا على المناخ اللي بسود المنطقه انتبهوا القسم اللي انا علمت عليه منطقه اللي هي منطقه حوض البحر الابيض متوسط وين الشكل الدائري طبعا هون رح يكون نتركز ونحكي عن منطقه البحر مين الدول المجاوره مين الدول اللي تقع بمحاذاة البحر الابيض متوسط او على بحر الابيض المتوسط هل في تواصل بين الدول المجاوره طرق برية ام مائيه هل يوجد مضائق لقدام مهم جدا رح ارجع على الخارطه ونستعين بالاطلس او بالادوات اللي رح اطلبها منكم ونركز على المنطقه اللي انا مشدده عليها طبعا حوض البحر الابيض متوسط اول اشي الصوره تم التقاطها بواسطه القمر الاصطناعي الذي يحلق عاليا في السماء يمكن ان نرى فيها ان البحر المتوسط شبه مغلق من كافه جوانبها وان المضائق وقناه السويس تربطه ببحار اخرى مهم جدا معلين تطلعوا اليوم المكتوب منطقه البحر المتوسط كل المنطقه اللي في اللون الازرق اللي انتو شايفينها هي عباره عن مياه اذا انا التمركز دائلة مضبوط اليوم عن البحر المتوسط ولكن مهم جدا تشوفوا مين هي البحار اللي موجوده شمال بحر الابيض متوسط جنوبه شرق غرب المضائق طبعا اذا انا بدي اطلع كمان على الدول اللي بتحيط البحر او الدول اللي تقع على البحر الابيض متوسط البحر الابيض متوسط يعتبر من اكبر البحار عالميا بحر اللي هو عمليا موجود في مناخ له مميزات خاصه لاحقا انا راح اشرح التفاصيلات يرتبط مع المحيط الاطلسي انتبهوا في القسم الشمالي الغربي طبعا يرتبط بطريقه مع وديق جبل طارق في جهة الغربية قناة السويس انتبهوا وين انا حطى منطقة مصر وين الدلتة مكتوب عنكم قناة السويس مهم جدا انتبهوا للبحر التيراني المياه اللي ماذا اذكرها او البحر الايوني هدول انا بركز عليها انو بحر ايجا لاني بدي اذكرها لاحقا ذكرتلكو يا هنيس انتبهوا لشوي كمان هون عندي طبعا خريطه فيزيائيه لحوض البحر الابيض متوسط هاي الخريطه بتظهر الدول التي تقع على البحر الابيض متوسط اذا اطلع القسم الجنوبي انتبهوا اللي معلمتي مصر ليبيا جزائر اذا انا بدي اطلع طبعا البحر المتوسط محاط كلمه متوسط في ثلاث قرات اساسيه مركزيه من طبعا احنا اذا انا بدي اطلع من المنطقه الشماليه اوروبا من المنطقه الجنوبية افريقيا طبعا احنا مهم جدا انتبهوا الاتجاهات ومن المنطقه الشرقية اسيا ومن الجهه الغربية حكي تلكو يستمر ويرتبط مع المحيط الاطلسي انتبهوا شوي للدول اللي بالمنطقه الشماليه ركزولي على منطقه دول التركيه اكبر الدول الموجوده في على محيط البحر المتوسط ليبيا من كبر الدول في القسم الجنوبه مصر في القسم الجنوبه انتبهولي معلمتي طبعا نحكي عن سوريا لبنان اسرائيل هاي الدول الكلياتها اللي لها مميزات خاصه نحكي عن مميزات مناخيه اللي بتسود منطقه البحر الابيض المتوسط مهم جدا تطلعوا لي معلمتي ما الفرق بين حاله الطقس والمناخ انا اليوم عشان اسهل عليكم لما بقعد على التلفزيون وبدأ اسمع الجوية انا بقول اذا اسمع خلال هدول يومين شو حالت المناخ في بلادنا ولا شو حالت الطقس انتبهولي السؤالي معلمتي طبعا انا بسأل بدي اسمع حالت الطقس لانه في فرقك بين بين مناخ وبين طقس فكروا معلمتي انتبهولي شوي الطقس انا اذا بدي اعطيكو تفكروا معلمتي حالت الطقس عندي ظروف الارصاد الجوية والغلاف الجوي في زمان ومكان وعين انا بسأل عن الطقس بدي اسمع عن حالت الطقس في منطقه الساحل بدي اسأل عن حالت الطقس في منطقه الجولان بحدد المنطقه بسأل انا بدي اسهل على رحلة للجنوب بدي افهم خلال اليومين القادمات شو حالت الطقس اللي بتوز ماطر شو مع درجات الحراره هل في شطا وفيضانات بنفع في امطر بنفع انا استمر بنفع اضل الرحلة قائمة ده اسمع حالت الطقس انا بحكي عن منطقه معينه بلد معين بيوم معين تاريخ بقدر احدد ايضا يشير الطقس الى الظروف اليومية لدرجه الحراره وهطول الامطار والرطوبه النسبية والتجاه الرياح وقوتها انا بقدر اسأل حالي ساعات المساء بيوم الثلاثاء في تاريخ كذا وكذا بدي احدد بدي اعرف ماذا يسود في المنطقه معينه درجات حراره بيجي بقول لي بسمع بالارصاد الجوية ماطر في ساعات الظهيرة يخف المطر في ساعات المساء بيحدد لي بيحدد لي الوقت خلال اليوم خلال 24 ساعة ممكن يقول لي لثلاثة ايام متواصله هطول امطار متفرقه بيحدد لي الوقت بيحدد لي اليوم بيحكي في نهاية الاسبوع ترتفع درجه الحراره حدد لي في نهايه الاسبوع ترتفع درجه الحراره طبعا بيحدد لي درجه الرياح انتبهوا لما منسمع بالارصاد الجويه سرعة الرياح 40 كيلومتر سرعة الرياح 60 كيلومتر بيحدد بيعطيك ارقام بتتغير حاله التقس من يوم الاخر يعني الاشي عندي محصور على ايام بينما المناخ معلمتي انتبهولي المناخ هو عباره عن معدل سنوي ومتعدد السنين لظروف حاله التقس في منطقه معينه استه بوضحكم اياها خليني اجي اقرأ النقطه الثاني ونشرحن كل واحده على انفراد وبحاول قدر الامكان اوصل لك الفرق يكون اشي واضح امرك يقوم المناخ بفحص متوسط درجات الحراره في الشهر الحار من السنه والشهر البارد من السنه ومتوسط كميه الامطار في السنه طبعا اذا ابنا مقارن بين حاله التقس وحاله مناخ وركزه معاي معلمتي ايش والفرق بين التقس والمناخ التقس قلت انا بحكي على يوم بحكي على اسبوع بحكي على يومين حددت بحكي على ساعات الظهيرة ساعات المساء اسبوع انتبهول شوي بينما المناخ معدل سنوي باجي انا بقول يسود في ليبيا مناخ صحراوي حددت انا اقدرت اميز لاني انا فاحصة على عده اشهر وعلى عده سنين شوي كميه الامطار ودرجات الحراره في ليبيا باجي انا بحكي يسود مناخ في منطقه اللي هي على موجوده على خط سبعين مناخ بارد بقول روسيا درجه الحراره منخفضه جدا طبعا احنا بحكي على معظم اشهر السنه بينما باجي بقول يسود بلادنا او منطقه اسرائيل مناخ معتدل لاني انا بحكي على عندي قسم من الاشهر معدل درجات الحراره واضحه للي ومعدل كميه الرواسب واضحه للي في عندي صيف حار جدا وشتاء بارد وماطر فمنحكي هنا اخدنا اعلى شهر بسقط فيه كميه مطر واعلى درجه حراره في شهر معين باجي بشهر بفصل الصيف باخد الشهر حار جدا بافحص وين كان عندي اعلى درجه حراره هل في ايب بافحص حزيران تموز اخد اجينا بهاي في السن فحصنا في اهب درجه الحراره وصلت اعلى محده لدرجه الحراره 42 مثال باجي افحص كميه الرواسب بفصل الشتاء في بلادنا كانت في شهر شباط كميه الامطار مثلا نزلت 400 مليمتر اصلنا 600 مليمتر بحدد ارقام بحكي على ارقام وعلى معدل عشان اقدر اعمال معدل سنوي بينما الطقس كيف حكيت لكم معلمتي بحدد منطقه معينه يوم معين حاله معينه انتبهوا رح نعرض معلمتي فيلم توضيحه حول خدمه الارصاد الجويه انا بدي اياكو تسمعوه وبعد حاولو انكو تصغو افهموه انا بحاول اني اترجمه وبعد ما ينتي الفيلم بس مهم جدا معلمتي لطلاب صف خامس اللغه بسيطه انا نسمع كيف الشرحة والخدمت الارصاد الجويه שלום רב שמי צחי וקסמן ואני חזאי בחברת החיזוי מטאוטק תחום המטאורולוגיה תמיד ריתק אותי עוד מיותי ילד צעיר רציתי תמיד לדעת איך חוזים את מזג האוויר איך החזאי יודע מה יקרה מחר ובעוד שבוע כדור הארץ הוא בכלל מנגנון מופלא והוא מגוון במספר רב של אזורי אקלים לדוגמה אזורים צריכים ואזורים קשומים אזורים טרופים ואזורים יבשים יותר וכל אזור ואזור קיבל איזשהו סוג מסוים של חיים בעקבות אותו מזג אוויר כאמור האקלים משפיע עלינו בכל תחומי החיים אם זה בלבוש, אם זה בחומרי הבנייה אם זה אפילו מעצבת התרבות שלנו לא סתם אומרים שהישראלים הם בעלי מזג חם כי כנראה המדינה החמה שלנו גורמת לכך אנחנו כחזאים משתמשים במגוון מאוד רחב של נתונים אם זה נתוני לוויין ונתונים שנמדדים בכל העולם טמפרטורות בשכבות שונות באטמוספירה כל מיני בלונים שמופרכים לאוויר על מנת לתת לנו כמה שיותר ידע מה שקורה באטמוספירה וכל הנתונים האלה שמדובר במיליוני נתונים נכנסים לתוך מודל, מודל ממוחשב שבעצם יש מספר קטן כאלה בעולם אולי חמישה או שישה מחשבי על שהם אלה שמאקדים בתוכם את כל הנתונים ובסופו של דבר מה שאני מקבל כחזא אני מקבל מפות סינופטיות שבעצם מתארות את מבנה האטמוספירה ואת מבנה גושי האוויר בתוכה כלומר איך גוש אוויר קר או חם ילך וינוע באטמוספירה מיום ליום משעה לשעה ומדקה לדקה וכך למעשה אנחנו רוצים לפתור את התעלומה הזו שנקראת מזג אוויר בתפקידי כחזאי אני מעביר את החזיות לגורמים שונים בארץ אם זה לעיתונות, אם זה לערוצי תקשורת שונים אחרים, רדיו אפילו לתנועות הנוער כאלה שמטיילים במדבר יהודה ופתאום נאלצים לעזוב את הטיול עקב איזשהו שיטפון פתאומי שעלול להיווצר שם אז גם זו האחריות שמוטלת עליי לעתים אפילו האחריות מגיעה למצב כזה ששדה התעופה בנדבג עלול להסתגר ברגע שאני מצהיר על מזג אוויר מאוד קשה שעתיד לי להתרחש בשדה למעשה אתם קמים בבוקר מעניין אתכם בסך הכל אם לקחת מעיל או סוודר או חולצה קצרה עליי מוטלת האחריות קצת יותר כבדה כי אני בהתאם לתחזית שדה התעופה עלול להסתגר ותנאי הטיסה עלולים להיות קשים מאוד וזה עניין של חיים או מוות לצד האחריות שמוטלת עליי מזג האוויר מספק לי ריגושים והוא מאתגר אותי כל יום מחדש כי עולם המטורולוגיה כידוע לכם הוא משתנה כל העת וכל דבר שקורה עכשיו משפיע על מה שיקרה גם מחר ומחרתיים וכך נותן לי עולם מלא ומופלא של מזג האוויר תודה רבה طبعا الفيلم حكى كيف ممكن او كيف كان عنده حب استطلاع لمتابعة كيف بيجمعوا المعطيات عاساسي عرضوننا الارصاد الجويه او العوامل المناخيه طبعا هو حكى انه المنطقه او دول الكره الارضيه بتتنوع بعده مناخات طبعا ما بسود كل الكره الارضيه نفس نوعية المناخ في عندي مناخ البحر المتوسط اللي احنا نتميز فيه اسا درسنا اليوم عنه المناطق الصحراويه منطقه افريقيا بتميز بمناخ صحراوي خط الاستوائي بتميز بمناخ استوائي انا ما راح احكى عنه مميزات كل مناخ لانه كل مناخ هو له درس بحد ذاته درس قائم ما بقدر انا بالخمسه واربعين ديائر اسا امره عاكل لكن للمعلومات ما ذكرركوا اسماء اسماء المناخات عنا مناخ بارد متجمد عنا بالمناطق القطبيه والمتجمد المناخ يختلف عن المناطق الافريقية او عن خط الاستواء عندي مناخ مثلا شبه صحراوي اللي هو بين المناخ او منسميه مناخ شبه صحراوي او انتقاله اللي هم علمتي بكون بين المناخ المعتدل اللي هون بحر الارض المتوسط وبين المناخ الصحراوي في عنا احنا طبعا مناخ موسمي اللي بتسقط فيها الامطار بفصل الصيف هاي لاحقا بسئلة قدام مش لصفكو مهم جدا نحكي اليوم عن العوامل اللي بتاثر على المناخ في عندي عدة عوامل اول عامل اساس مهم جدا خطوط العرض الجغرافيه لما انحكينا قبل شوي رجعتكم على الخريطه بتلكوا انتبهوا لخطوط العرض الموجوده على الكوره الارضيه ومهم جدا اعرف هاي الدوله على اي خط عرض تقع هل المناخ الموجود بخط عرض السفر او على خط الاستواء المناخ نفسه بيساوي المناخ اللي موجوده بالقطب على خط تسعين او المناخ اللي هو على خط ستين او هل في شمال ستين شمالا او ثلاثين شمالا زي ستين جنوبا في فرق كبير طبعا البعد عن البحر عامل البحر هو عامل اساسي هو مهم زي ما بتعرفوا اي منطقة تقع في وجه البحر معلمتي هاي المنطقة بتستقبل الرياح اللي هي مشبعه المحمله في الرطوبه غنيه في الامطار طبعا بكون المناخ لطيف غنيه بالبخار الماء بتسقط الامطار على المنطقة بعكس المنطقة البعيده عن البحر اللي بكون عندها نسبه الرطوبه قليله عندها مناخ جاف تقل فيها كميه الامطار صفح الارض وهذا العامل جدا مهم اين تقع هذه الدوله او هذه المنطق اللي انا بسأل عنها هل في منطقه جباليه مرتفعه ام منطقه سهلية او منطقه تقع في ذل المطر او منطقه محصوره بين جبلين تصطدم الرياح الغربية او الرياح المحمله في الامطار قبل ما تيصل هاي المنطقه زي منطقه صحراء يهوده في بلادنا مهم جدا اذا المنطقه مرتفعه اللي موجوده على منطقه جبليه مناخه بيختلف عن المنطقه الموجوده سطح الارض تبعها صحراويه اللي هو كمان ما فيها نباتات ولا فيها نسبه تبخر ولا فيها انهار ولا اودي ولا وجود ثروه مائيه طيارات البحر المنطقه اللي موجوده هنه هل في وجه طيارات هل طيارات البحر هي شرقية غربية بنا نفهم مهم جدا تنتبهولي للشريحه الموجوده قدامنا العلاقه بين اشعه الشمس خط العرض الجغرافي والمناخ هل اشعه الشمس او منحكي هل المنطقه تقع مباشره تحت اشعه الشمس او اشعه الشمس تصلها بشكل مائل ليه مهم اذا منطقه زي خط الاستواء تتعرض بشكل مباشر لاشعه الشمس طبعا الاشعه تكون تصلها اقصر بكون عندك سطح مستقيم تاثير زاوية اشعه الشمس على الارض متشابهه في كل نقطه ونقطه هاي منطقه مستويه اشعه الشمس في هاي المنطقه منحس المنطقه هنا تحصل على نفس كميه الاشعه في المنطقه الف منطقه با منطقه جيم قوه الاشعه متغيره منطقه خط الاستواء تضرب اشعه الشمس وجه الارض بزاوية كبيره تصل الى 90 درجه ليه طلع على ايدي معلمتي بتنزل بخط مستقيم طبعا في المناطق القطبيه تضرب اشعه الشمس وجه الارض بزاوية اصغر حاده في فرق اذا انا باجه بقول هاي منطقه خط الاستواء اشعه الشمس عموديه زاوية 90 يعني بتكون هون درجه الحراره عالي جدا هر شديد المنطقه بتعاني من نسبه في التبخر عالي بينما انتبهوا انا بحكي عن الجهازه الموجه هذا الاسود كانه هو خط عرض اذا اشعه الشمس بتصل للمنطقه زي القطب بشكل مائل بتكون زاوية حاده ما بتصلها كميه الاشعه مثل المنطقه اللي بتصلها بشكل عموده بتكون درجه الحراره اقل بتكون المنطقه ابرد درجه الحراره لطيفه بالثالي كل هاي العوامل اللي قدام بتاثر على نسبه التبخر على كميه الرواسب في المنطقه بتاثر على النباتات في المنطقه انتبهوا للثلاث قطاعات اللي موجوده قدامنا على الكره الارضيه قطاع الثالج اللي موجود شمالي وجنوبي الكره الارضيه اللي هو عمليا من 40 ل90 شمالا ومن 40 ل90 جنوبا جنوب خط الاستواء منحكي معلمتي وشمال خط الاستواء منحكي انتبهوا قطاع الشمس قديش اكبر اوسع عند قطاع الشمس واسع جدا وبالتالي لما تشوفوا خرائط المناخ وتوزيع المناخ على الخرائط المناخيه في الكره الارضيه راح نشوف قدي عندي اكم منطقه فيها مناخ مثلج وبرد ومطار قديش مناطق هالقده من الكمله اللي فيها مناخ صحراوي ومناخ هار ومناخ جاف هاي الخريطه المناخيه اللي موجوده قدامنا انا بدي اعطيكو تتركزوا على المفتاح معلمتي والالوان اللي محطوطه كل لون مكتوب على سوا اسم مناخ وبدك تتركزلي على منطقه تحوض البحر الابيض المتوسط اللي هي طبعا منطقه الشماليه عندكو اللون الاخضر اللي مكتوب عليه اكلم ومزاج مناخ معتدل او مناخ حوض البحر الابيض المتوسط وشماليه البحر اسفه جنوبية البحر الابيض المتوسط اللون الاصفر اللي هو مكتوب عليه اكلمة باريه صحيخ مناخ صحراويه حار جدا جاف درجه الحراره عاليه جدا كميه الرواسب اقل من 200 مليمتر اللي انا قبل شوي فرجتكو الخريطه هاي المنطقه قبل لون الاصغر انتو بتذكرين نحكي عن ليبيا نحكي عن مصير نحكي عن السعودية نحكي عن جنوب اسرائيل هاي المناطق اللي بميزها مناخ صحراوي حار جدا كميه الرواسب قليله اقل من 200 مليمتر سنويه طلع على الالوان مثلا داخد انا مكتوب عندي اللون الاحمر اول واحده بالمفتاح كاتب لي اكلي متروبي جاشوم شيل يعرض طلع عليها على سواء الرقع الحمره اللي بالخريطه اللي هي قدامكم علمتي هاي المنطقه الاستويه خط الاستواء اللي هو مناخ الصحراويه اين عم علمتي صح هنا منطقه حاره ومواطره في نفس الوقت لانه في نسبه بالتبخره عاليه المناطق اللي فيها تبخر شديد ودرجه حراره عاليه وامطار على مدار السيني وتفرقه احنا سميناه المناخ التروبي الموسمه اسف التروبي ادي ارجع على الخريطه كمان مره معلمتي في عندي المناطق الشماليه بعيده منطقه روسيا اللي هي اللون الازرق نبين بالمفتاح مكتوب عنكو مموزقه كار هي يعني منطقه بارده معتدله بارده ولكن المنطقه اللي هي ازرق غامه هاي منسميها التروبي كطبي يعني اللي هي بالقطبي مناخ قطبي بارد جدا ثلوج عن طريق الالوان نقدر نقسم الكره الارضيه يعني بالنص منطقه خط الاستواء اللون الاصفر منطقه صحرويه شماليه خط الاستواء بين خط 0 ل 30 شماليه البحر الابد متوسط كيف انتو شايفين طلع عنكم بين 30 ل 40 شماليه خط الاستواء اللون الاخضر اللي هو مناخ معتدل مناخ حوض البحر الابد متوسط اللي هو مناخ بتميز بفصلين رأسيين صيف حار جاف درجات الحراره معدل درجات الحراره السنويه تقريبا 30 درجه مئويه بالسنه ومعدل كميه الامطار معلمتي من فوق ال 400 مليمتر فوق ال 600 مليمتر عنا لحد 800 لحد 1000 مليمتر وكل ما نتوجه الشمال اكتر منوصل 1200 مليمتر يعني انا اذا بدي احدد هذا المناخ المعتدل ببلادنا احنا اذا انا بحكي عن دول اسرائيل وين المناخ في فرق بين الناس الاساكنين شمالي بشمالية دولي بمنطقة الجولان بجليل الاعلى عشان هيك لازم احدد وين بسأل عن اي منطقة هل انا بسأل شخص ساكن في بير السبع عن المناخ شو في بلادك هل انا بسأل عن شخص ساكن في الغور هل انا بسأل شخص ساكن في منطقة صحراء يهوده ولا في اريحه بجانب بحر الميت ولا في الات في جنوب المنطقة لازم احدد سؤاله في فرق كبير بين شمال شمال البلاد وجنوب البلاد من حيث المناخ معلمته شمال البلاد بالسود ومناخ معتدل بارد كميه امطار اعلى من 200 ملي متر سنوي بينما منطقة النقب الجنوبه حار جدا جفاف كميه المطر اقل من 200 ملي متر في فرق كبير والمنطقة البنات اللي هي سامناها منطقة انتقالية مناخ انتقالي هذا هذا ما نسميه مناخ شبه انتقالي بنتقل بالشمال بين المناخ المعتدل مناخ حوض البحر ابيض المتوسط وبين المناخ الصحراوي البعد عن البحر البعد يعدل درجات الحراره البحر مصدر رطوبه لذلك كلما اقتربنا من البحر تكون الرطوبه وكميه الامطار التي تحت المرتفعه اكثر واضح جدا في علاقه طردية مع الامتي كل ما اكون انا قريب من البحر عندي نسبه الرطوبه اعلى عندي نسبه التبخر اعلى فكميه الرواسب اعلى انتبهوا للصوره اللي قدامنا المنطق اللي تقع مباشره في وجه البحر هي طبعا بتستفيد من الامطار الرسمي التوضيحي اللي قدامكم عنكم انتبهوا للاحرف ايه و بيه نسيم البحر اللي هي رياح محلية الرياح طبعا اللي بتهب من البحر رياح لطيفه مشبعة في الرطوبه وبتطلع باتجاه البر اللي بيه اليابسه انتبهوا السهم العكسه الرياح اللي بتهب من اليابسه الى البحر رياح مثلها طبعا بتكون رياح جافه بعكس اللي احنا نقولها نسيم البحر طبعا ارتفاع عن سطح الارض ذكرتلكو كل ما ارتفعنا درجة الحراره تنخفض هنا العلاقه عكسيه كل ما ارتفع انا بطلع على الاعالي الجبال بحس ببراد بحس بجو لطيف مناخ اللي هو فيه رطوبه هوى منعش كل ما ارتفعنا كميه الامطار تزداد منطقه الجبال والهضاب المرتفعه عندي كميه الرواسب اعلى من منطقه منخفضه طبعا احنا مرتفع عن سطح البحر وللكل شددوا على المعلومه انها عنا ارتفاع سطح البحر السفر كل ما ارتفع انا عن خط عن نقطه سفر عن ارتفاع انا طبعا بحكي ارتفعت التضاريس والمنطقه الاقل زي منطقه الطباريه عنا تحت مستوى سطح البحر معلم فيه انتبهوا شوائي اللي شايفينا عنكم بالصوره الهواء البارد كل ما يصدم في قنم الجبال هو طبعا بقدر تكاثف الغيوم وله طول كميات الامطار هون الطيارات البحريه انا بحاول موسعه شوانا معلمتي قدامكم الخريطه الطيارات هالطيارات هاي الليها تأثير مباشره على كميه الرواسب وعلى مناق حوض البحر الابض المتوسط لقدام مش بالخامس السادس باخره بالسابع رح تتعلمه بتوسعه اكثر عن طيارات البحريه عشان هيك انا ما بدق وما بدقر هون انتبهول شوي مميزات مناخ البحر المتوسط اهم مميزه للمناخ انه يستمر فصل الشتاء من 4-6 شهور طبعا اللي منحكي عن كميه امطار درجة حراره منخفضه الرواسب طبعا احنا بهاي المنطقه بتكون عندي درجه الحراره منخفضه درجه الحراره في الشتاء منخفضه منحكي من 10 ل20 درجه مقويه اغلبية الامطار تحطل في الشتاء بمعدل 500 ملي متر في السنه انا بحكي انا 500 ملي متر معدل عم بحكي يعني ممكن تكون في سنوات 800 وفي سنوات 300 عشانيك احنا بناخد المعدل 500 ملي متر معلنته الصيف حار وجاف درجات حراره مرتفعه وحكي تلكو بتوصل من 25-30 درجه مقويه حر فصل الصيف عنا بنشعر النباتات جافه الاختفاء الربيع بسرعه عندي برا انت بتكون تشعر الهواء خاله من الرطوبه جاف جدا نسبه التبخر عاليه عندي موسمان انتقاليا عند الربيع والخريف وحالة الطقس متقلبه انا احيانا في قسم كبير بقول لي معلمتي احنا كنا فصل الصيف احنا ما انتقلنا مباشرة للشتاء مرحلة الانتقال بين بين الموسم الانتقالي عندي الخريف ومنكون بالشتاء ما مننتقل بيوم وليلي يلا احنا اليوم خلص فصل الشتاء بكرا حر جفاف بكرا جاي فصل الصيف لا عنا الموسم الانتقالي فصل الربيع اللي بين فصل الشتاء وفصل الصيف هدولا بسموهن موسمان انتقاليان بين الصيف والشتاء قطاعات مناخية في حوض البحر المتوسط طبعا عندكو بالاطلس لما نفتح الاطلس ومنشوف في عندي عنوان بالفهرس تروح انت على المناطق المناخية حول البحر الابيض المتوسط والالوان بالمفتاح لحالها بتشرح لك وين مناخ صحراوي وين مناخ نعتدل وين مناخ جاف وين عندك الالوان بتطلع على المنطق الجنوبية وين كتب لك ماصر الليبيا الجزائر اللون الاصفر مناخ جاف كتب لك مناخ جاف وحكينا هاي المنطقه حاره جدا كتب لك مناخ جاف حتى متوسط اللون اللي بكون اصفر باهي مش على برتقال اللون البرتقال اللي شايفينه هذا جاف اكتر والاصفر مناخ حتى متوسط جاف حتى متوسط واللون الاخضر اللي احنا شايفينه طلوا وين ما بتوب عنكم البحر المتوسط قبرص اليونان البانيا ايطاليا هادولا بسود هين اسبانيا اللي لو نخضر مناخ متوسط هادولا اللي عندهم كمية الامطار اعلى بيكون عندهم نسبه رطوبه محاطه بالبحار من كل الشقات هون عنده كمية الرواسب السنويه في منطقه البحر المتوسط برضو الالوان والارقام مهم جدا بالخريطه تستعامله هون انا ما باجه اتحذر باجه بسألك اطلع لي شو هذا لون البنفسجه اللي بتقول لي نسيطري معلنتي على المناطق الاوروبية المناطق الشمالية بينما اذا انا اقارن طبعا عني هم نحكي بوصل 2000 ملي متر بمنطقه 1500 ملي متر هاي المناطق اللي هي بعدي خط 50 على نحكي عن خطوط العرض لما نقلنا مهم جدا على اي خط عرض تقع الدولي باجه بقولك هل رومانيا بسود فيها نفس مناخ ليبيا تقول لي معلنت باقول لك تطلع على خط العرض وين موجوده مد ايدك حط قدامك الاطلس مسموح تستعمله هو وسيله مساعده تقدر تحدد اي على اي خط تقع ليبيا اين تقع مين قدي قريبه على خط الاستواء قدي بعيده قديش رومانيا قريبه من خط 60 او قريبه من الاقطاب واضح جدا حسب وقوع كل منطقه على اي خط عرض فرق شاسع جدا في كميه الرواسب السنويه انتبهو كميات الامطار السنويه في اسرائيل اعطيتكو عنكم نبدا من الجنوب للشمال عندك منحكي كميه الرواسب بالمليمتر انا باجه بطلع على منطقه الجولان ومنطقه حدود لبنان مكتوب عنكو الليفانون لبنان بتوصل المعدل انا بحكي طبعا من خمسمه منحكي منبلش ننزل على الارقام 665 عندك خمسميه 671 اللون الازرق اللي شايفينه الغامق والبنفس جيه كميه الرواسب بتوصل 1400 مليمتر هاي المنطقه الجبلية باتجاه جبل الشيخ معلمته منطقه الجولان مناطق جدا اللي هي مناطق جبلية مرتفعه كميه الرواسب كيف حكينا قبل مرتفعه وكل ما اتجه باتجاه البحر والمكتوب عنكو يافا حيفا تل ابيب على البحر انتبهو كميه المنتر رواسب عينكم اللون الاخضر كتب لك 500 600 700 600 ملي متر 500 ملي متر اللون الاخضر المناخ المعتدل المناخ صحراوي ببلش انطقل بشكل تدريجي بنتقل لشبه صحراوي شبه انتقالي اللون هنا عينكو بني برتقالي اللي كتب لك 200 ملي متر 300 300 ملي متر هذا بسميه الاشي الانتقالي بين المناخ المعتدل وبنت الا اللون اللي شايفينه الاحمر اللي هو مناخ صحراوي كميه الامطار كميه الرواسب السنويه معلمتي 100 مليمتر اقل من 200 مليمتر هون بيحكي عن درجات الحراره في كانون الثاني فصل الشتاء هل انا في قدامكم الارقام درجات الحراره 10 و 20 فصل الشتاء بدي اقدم افرجيكم فصل الصيف في تموز في الصيف انتموه درجات الحراره معدل 30 30 في منطقة الشرق الاوسط ليبيا 30 زائد مصر 35 40 في المناطق الصحراويه مناخ حار جاف بينما في منطقة الشمال عنا 10 ل 20 بالمناطق الشماليه طلع وين بحكي انا اللون الازرق او الاخضر الباهه في فرق كبير بالمنطقة اللي هي شمال البحر الابيض المتوسط معلمتي وبين المنطقة اللي هي جنوب البحر الابيض المتوسط في فرق بين شمال خط الاستواء خط سفر وجنوب خط الاستواء كميه الرواسب ودرجات الحراره تبقى معلمتي على الكلموغراف اللي هو طبعا هذا رسم بياني بوضح لنا كميه الرواسب السنويه بعطينا بحدد هون عن تل ابيب الاحمد الزرقه هاي اللي انتو شايفينها في لون الازرق هاي بتحكينا عن كميه الرواسب والخط الاحمر بحكي عن معدل درجه الحراره في منطقه تل ابيب على مدار السنه في اشهر اذا بتطلع انا وين مكتوب ينور فبراور عندك يعني شهر اول لشهر واحد اثنين ثلاثه كميه الرواسب شهر ينور وصلت مئه وعشرين مئه وثلاثين مليمتر سنويه ودرجه الحراره معلمتي اللي هي بتنتبهه لحد 13 درجه مقويه 12 درجه مقويه من اعلى درجه حراره اذا تنتبهه بتموز وبقاب بتوصل عندكو 30 درجه مقويه حتى هون 25 كيف نبين في تل ابيب لانها على الساحل 25 درجه مقويه هون بوضحنا بالزبط كيف ممكن احدد كيلوموغراف لمدينه معينه زي مدينة تل ابيب اللي موجوده على الساحل الغيوم الغيوم اشكال مختلفه اللي هي طبعا عنا عامل مهم جدا من عوامل المناخ وين في عندي تبخر وين في تكاثف بتحمل الغيوم بتكون سقيله وبتكون عامل لعملية المطار طبعا بننهي قبل ما اننهي منوخ التلخيص لكل الحصه اللي تعلمنا شو تعلمنا اليوم تعلمنا الفرق بين حاله الطقس والمناخ اتعرفنا على مميزات مناخ البحر الابد من توسط لما قلنا الفرق بين الطقس والمناخ قلنا الطقس بحدد عن يوم معين منطقه معينه مناخ منحكي على مدار السنين عن منطقه معينه عن دوله معينه في اي قاره هي موجوده شو المناخ خلص وده مناخ صحراوي ولا مناخ معتدل لما اسأل على الطقس بقول في يوم كذا هل المناخ ماضر ام حار تعرفنا عن مميزات المناخ قربه من البحر بعده عن البحر منطقه مرتفعه هل المنطقه موجوده بوجه البحر قريبه من البحر تستقب الرياح مشبعه في الامطار قمنا بتحليل خرائط مناخيه لهطول الامطار ودرجه الحراره حكينا كمان كيف انا باجي بحكي عن كيلوموغراف لمدينه معينه كيف شرحنا بالخريطة الابهل عن تل ابيب بقى شهر معينه فصل السيف قدي معدل درجه الحراره فصل الشتاء قديش كميه الرواسب تصل لعنا طبعا في عنكم مهم جدا لطلاب صف خامس بتقدر تفوتوا على موقع افاق بتكتبو كيف انا هون حطا موقع افاق ابتدائي البحر الابد متوسط والمناخ ملان معلومات وشارح مع سور طوضحيه بعطيكم مميزات مناخ البحر الابد متوسط بحكي عنه وقديش فيه درجه حراره بحكي عن مميزات الصحراء في المنطقه ليش منطقه المناخ الصحراء بتجذب بعض الكثير من الصواح اشيعة الشمس اللي اكم شهر في عندي صيف حار وجاف بحكي عن مميزات بتخص المناخ الصحراوي والمناخ منطقه البحراء المتوسط المناخ المعتدل بتقدر تفوتوا على جوجل بنحط مناخ بحر الابيض متوسط وبتبلشوا شوي شوي كيف انا هون حاطه شريح بنحط افاق ابتدائي وببلش انتقل حسب الشريح الموجود كل طالب في قرص اسمها بتخصوا اسم المستخدم بحط الرقم وبصير ينتقل حسب المعطيات بكتب لك بالعبراني هايام هاتيخون اكلم اكتب مناخ البحر الابيض المتوسط اللي بتختارها تكبس عليها وبتبلش معلمتي تشوفوا وتعطيكو المعطيات اللي مطلوب منكو طبعا اليوم كان عنا درس بتامل اني وفيتكو معطياتكو اللي هي عن منطقه البحر الابيض المتوسط عايخ الطقاع مين الدول المجاوره مميزات المناخ شو الفرق وكيف مننتقل من مناخ لمناخ كيف عنا من موسم لموسم حكينا عنا موسمين انتقليين بين الصيف والشتاء اللي هو صيف حار وجاف والشتاء بارد وماطر في بنات فصلين انتقليين الربيع والخريفه مع الانتقليين ما مننتقل بشكل متطرف في عنا مرحله انتقاليه بين المناخ الصحراوي والمناخ الشبه والمناخ المعتدل اللي هو مناخ انتقالي او مناخ شبه صحراوي اللي هو المنطقه اللي قريبه على المناخ المعتدل بتاخد مميزات المناخ المعتدل واللي قريبه على المناخ الصحراوي بتاخد مميزات المناخ الصحراوي يعطيكو العافية كانت معكو اليوم لمعلمه انوار عوالي معلمه جغرافيا شكرا ونقلقوا على مشاهدتكم ويعطيكوا الف الف آفية.